السلام عليكم هذا عبدالحق الناصري وهي حلقة جديدة من الباحث حلقتنا اليوم رح نتحدث بها عن هل الفلسطينيين باعوا أرضهم رح نتكلم على هاي التفصيلة بكل وضوح وحقيقة بيع الفلسطين لأرضهم انو هل الصهاينة طرده والفلسطينيين حقيقة لو هادي كلها ادعاء فشنو القصة لا تفوتيني حلقة خليكم اياها المانسة لا تتسدعوني بلايك اشتركوا في القناة في زر الجرس الان فليساني والله خلوكم يحطها نرجع تاريخيا الى لقاء هرتزل بالسلطان عبدالحميد الثاني وطلب من السلطان عبدالحميد الثاني ان يتم منح اليهود ارضهم فرفض السلطان عبدالحميد ملك لاهلها هل الهجرة توقفت؟ فعليا ما توقفت هجرة الصهاينة الى فلسطين فاستوروا بالهجرة وبدعم مادي قوي لكن شنو سبب ان الدولة العثمانية ما وقفتهم ذلك الوقت الدولة العثمانية كانت دولة ضعيفة جدا وعلى حافة الانهياء فقراراتهم وكلها نافذة بالاضافة الى وجود الضخ المادي اكيد رح يصير الهجرات وكانوا اثرياء اليهود بذلك الوقت يدفعون مبالغ كبيرة جدا وكان ابرزهم هو البارون ادمن روتشوف وكان يضخ مبالغ هائلة جدا وهذا السبب استمرت هجرة اليهود الى فلسطين خلال فترة العثمانية ما تجاوز عدد المهاجرين الى فلسطين الا 2% واستحوذوا على اراضي بسيطة جدا لكن فترة الانتداب البريطاني هنا رح يكون محور القصة هاجم البريطانيين فلسطين عدة هجمان وكانوا يواجهوهم بشراسة قوية جدا الفلسطينيين وكانوا شرسين الى درجة انه فشل عمليتين عسكرية باغتحام فلسطين بس منه هذه المدينة تتوقعون للقاوة اكد توقع عرفتوها هي غزة وهذا الامر حيار البريطانيين بكل قواتهم العسكرية لدرجة ان البريطانيا بجلالة قدرها بدلت القائد العسكري للحملة وعينت الجنرال اللمبي عام 1916 مو اللمبي هذا اللمبي هذا وهنا الجنرال اللمبي كان يريد يثبت قوته وعضلاته وقام بقصف المدينة التاريخية بمجملها تم تهديم بها عشرات من المماكنة الاثرية الفلسطينية وعدد كبير من الجهامع والكنائس والمنازل قصف عنيف جدا وارسل عام 1917 رسالة الى وزير الخارجية البريطانية وقال له انه احنا قبل ايام العيد رح نكون قد اخذنا ارشاليم بالكامل وهنا اللي يرد وزير الخارجية اللي هو بيلفورد برسالة مشؤومة اقوى واللي يوعد بيها الصهاينة ببلد خاص بيهم هذه كانت ما يسمى فيما بعد وعد بعد سيطرت بريطانيا على فلسطين تم تعيين مندوب سامي جديد مثلها مثل باقي الدول العربية بس كان يختلف شوية لان ببساطة كان هذا المندوب هو ميال للحركة الصهيونية وكان اسمه هيربس سامويل قام هذا الشخص بعدد كبير من الاجراءات التعسفية لمحاولة السيطرة على الاراضي الفلسطينية فاش سوا اول شي قام به هيربس بصدار مئة قرار كلها معادية للفلسطينيين فقال اول شي بصدار ان يكون اللغة الرسمية في فلسطين هي اللغة اليهودية وهم بل كانوا يمثلون سوى 2% اعادة تشريع الهجرة الى فلسطين ومسح جميع الاراضي الفلسطينية لمعرفة الاراضي الملك للشعب والاراضي الملك للدولة بالاضافة الى قرار اجبار الناس اللي عندهم اراضي اقطاعية كبيرة جدا مثل ما معروف كان في الدولة العثمانية اقطاعات كبيرة وهم من خارج فلسطين طبعا اجبارهم على بيع الاراضي ناهيك عن قيامه بفرض ضرائب عالية جدا على الفلاحين بحيث الفلاح يزرع وما يوفي الضرائب اللي تجي ويعطى قروض عالية الفائدة للفلسطينيين وهذا يجبرهم على هذا الموضوع وبعد ما يطلع الفلاح انه يقول ما يقدر يوفي يحاول ينهز من الارض يندم اعطاء الارض الى الصهاينة وهذا ما يسمى بنقلية الملكية من الفلسطينيين الى الصهاينة بس يا ترى منه كان اللي يكتب هذه القرارات اكيد مو هذا الشخص اللي كان يكتب هذه القرارات هم الصهاينة نفسهم بس شعب الفلسطيني ما كان شعب غبي ابدا كان مفتهم هذه التفاصيل بحداثها قاموا بمطاردة المساحين الذى يجون يمسحون الاراضي وكسر معداتهم وتمزيق وخططاتهم وقاموا حتى بثورات عاربة مثل ثورة البراق وكذلك ايضا اضرابات مثل اضرابات التجار عام 1938 وهنا جاء الرد البريطاني الساحق ان يقوم باعدام الفلسطينيين اعدام ميداني وقتل وقمع وضرب وكل انواع الارهاب اللي ممكن تشوفوا هسا يجيين واحد يقول ها يعني هين باعوا اراضيهم لا مع كل هذه الاجراءات البريطانية القاسية ضد الفلسطينيين لم يتم تجاوز الا 5% من املاك الشعب الفلسطيني واخذها الهم وهذه ال 5% هما كانوا استحوذوا على 2% وصارت 3% هالي 3% تم اخذها من اراضي الاوقاف الكنائس المسيحية واراضي الجوامع والمسلمين وكذلك اراضي الدولة هنا سيطروا على 5% فقط وهذه الاحصائية مع انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطيني يعني الشعب الفلسطيني حقق انجاز قوي انه وقف في ضد كل هذه الظهوط وحتى اصحاب الاراضي الكبيرة من الاقطاعين ايضا كانوا ما يستلمون اي وارد وايضا ما قبلوا يبيعون بس هسه يجيني واحد يقول لي اشلون تم سيطرة الصهاينة على اراضي الفلسطيني خلال فترة الانتداب اصدر قانون ان اي فلسطيني يخرج من ارضه يتحول ملكية الارض الى صهيوني بحجة الارض لما يزرعها وهنا كانوا يتعمدون تهجير الفلسطينيين حتى يسيطرون على الاراضي بس كنت ما قلت ما جاوزت ال 5% حتى انتهاء الانتداب البريطاني بعد ما انتهى الانتداب البريطاني جاء ولمع نجم منه ماما امريكا هسا رح نحكي شو سوت امريكا لسيطرة الصهاينة على فلسطين عام 1947 قامت بريطانيا برفع مذكرة الى امريكا لتوزيع القراءة الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1947 وصدر قرار بيحق انه تصبح نصف الاراضي الفلسطينية تابعة الى الصحاينة الانتداب البريطاني عن فلسطين قامت بريطانيا بخطوة حقيرة شيئا ما بيعطاء السلاح البريطاني للصهاينة وهنا صار بيد الصهاينة السلاح وبيد الفلسطينيين بدون اي سلاح وهنا بدأ القتال في الشوارع الفلسطينيين يحملون سلاح بسيط جدا من ايام الدولة العثمانية الصهاينة يحملون سلاح قوي جدا جدا وقبل هذه العملية قاموا الصهاينة خلال سنة كاملة بمسح الاراضي الزراعية للفلسطينيين لمعرفة هاي ارض منه هاي ارض منه حتى يسيطرون عليها وهو الضغط على الفلسطينيين فهنا من بدأ المواجهة هم يعرفون شكوا موجودة بهذه العراضي وهذه المن وهذه المن فبدأوا يهاجمون بكل الطرق سلاح وبنادق ودبابات قتال شوارع قاموا بها حملات الهاقانة اللي مؤسسيهم اساسا ايام الانتداب البريطاني هنا الفلسطينيين بدأوا ينهزمون من اماكن النزاعات خوفا على عوائلهم ويزحون باتجاه الجبال او الاماكن اللي موجودين بها الفلسطينيين وهنا بدأت اشتغل القرار القديم اللي فرضته بريطانيا انه الارض لمن يزرعها او الارض توزع اي احد يترك ارضه رح تم اعطاها للصهاينة وبهذه الطريقة تم تهجير الفلسطينيين وما يزال الى حد اليوم يقومون الصهاينة بنفس العمليات بطرد الفلسطينيين من اراضيهم واجبارهم على الخروج واستحلال الارض فلا يجيني واحد كذاب مدعي ان الفلسطينيين باعوا اراضيهم عيب عيب بحقك انك تقول هاي الكلمة تاريخيا هذا وما يقوله كل الباحثين الاوربيين نفس ما قلتواني بالتفصيل فلا تمشي وراء الادعاء الصهيوني والبروباقندا اللي تمارسها تصهاينة حتى يستقطبون الشباب ويستقطبون مخ العرب اللي صار مثل ما نقول قارج الاطار ويمسحوه ويعطوه افكارهم الدخيلة الكاذبة هذه الكلام من مصادر تاريخية بالنهاية نشكرك لانك شعرت الفيديو وهذه كانت قصة اليوم والسلام القتال اشتركوا في القناة